مرحبا بحضراتكو ومن جديد كل مشاهدينا في كل مكان وفي هذا الجزء من توطيتنا هنتكلم عن منظمة التجارة العالمية وفقة دول مجموعة العشرين على العمل على إصلاحات في منظمة التجارة العالمية وهذا قبل الاجتماع الوزاري الرئيسي للمنظمة والمقرر عقده في شهر فبراير اللي جاي بتشمل الإصلاحات المقترحة إيجاد منظومة لتسوية النزاعات تكون فعالة ومتاحة لجميع الدول الأعضاء بحلول 2024 ولكن السؤال هل تسوية النزاعات هي العقبة الوحيدة أمام تطوير منظمة التجارة العالمية أم لا ده اللي هنتعرف عليه مع ضفنا في الستوديو دكتور فرج عبدالله الخبير الاقتصادي برحب بحضرتك معنا أهلا وسهلا بيك أهلا وسهلا ومرحبا بحضرتك أهلا وسهلا بيك في البداية عايزين نتكلم عن وضع منظمة التجارة العالمية طبعا هي من أكبر المنظمات الاقتصادية في العالم فيها حوالي 164 دولة يعني 98% من حجم التجارة العالمية ايه وضعها دلوقتي؟ هو الوضع يعني بشكل كبير في الوقت الحالي بتعرض إلى عدد من التحديات اللي دفعت بشكل كبير إلى خروجها من أهدافها الأساسية يعني هو الهدف الرئيسي هو تسهيل التجارة البينية ما بين الدول الأعضاء وصياغة أطر لتسويت أي معاملات ما بين الدول الأعضاء وتزليل كافة العقابات إلى آخره من الأهداف الرئيسية للمنظمة التحديات الأخيرة اللي ظهرت على المستوى الاقتصادي عالميا دفعت بشكل كبير إلى خروجها إنجاز التعبير عن أهدافها الرئيسية اللي هي بتمر بيها أول من المفروض أنها تقوم عليها يعني عشان كده كان مهم جدا التحرك من قبل العشرين أو الجي توينتي اللي هي الدول العشرين الكبرى أنهم 19 دولة بالإضافة للاتحاد الأوروبي إلى أنهم يعيدوا نظر مرة أخرى في الأطر اللي المفروض تقوم بيها أو تلتزم بيها المنظمة عشان تقدر تحقق هدفها مرة تانية معا هم ما اتكلموا عن يعني إنشاء منظمة لتسوية النزاعات ما بين الدول الأعضاء تبدأ عملها من 2024 إلى أي مدى ده هيكون فعال وإيه حجم النزاعات اللي موجودة هي فعاليته ترتبط بيه التزام الدول الكبرى المؤثر على هذه المنظمات يعني في مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية والولايات المتحدة الأمريكية على المستوى التجاري هيمكن من أولى الدول اللي هي بتخرج من الاتفاقات الدولية بقل خسير ممكن يمكن الشاهد على كده خروج الولايات المتحدة الأمريكية من اتفاقية نفتة اللي هي اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية خروجها من عدد من الاتفاقات السنائية ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول ليه؟ لأنه هي بترى مصلحتها رقم واحد في اللعبة الاقتصادية عن مستوى العالمي وبالتالي دفع بشكل أو بآخر تفرد عدد من الدول بالقرار والممطلة في تطبيق بعض الإجراءات الخاصة بالمنظمة دفع بشكل كبير إلى وجود خلال أو عدد من الاختلالات ما بين الدول وبعضها البعض سواء كان فيه تسوية المنازعات من جهة أو تسوية اختلالات اللي موجودة في موازين التجارة البينية ما بين الدول وبعضها سواء حتى وصل الدرجة أنه تسوية المعاملات التجارية حتى ما بين الدول وبعضها عن طريق إقصاء بعض الدول أو فرض عقوبات على بعض المؤسسات المالية اللي ممكن تعمل تسوية لمعاملات دولة ودولة أخرى إذن إحنا أمام حالة من الارتباك الشديد اللي موجود على المستوى الاقتصادي عالميا بشكل أساسي التجارة الدولية تأثرت وتعثرت كثيرا بسبب الممارسات الأحدية الجانب إذا جاءت تعبير أو منفردة النفع إذا جاءت تعبير عشان كده من المهم جدا إعادة صياغة النظام الاقتصادي العالمي ياخد في اعتباره التعددية الأطراف وتعددية الأقطاب بدلا من النظام القائم اللي أسست للولايات المتحدة الأمريكية عقب اتفاقية بريتن وودز في القرن الماضي إحنا بالتأكيد هنيجي عند النقطة دي تحديدا وهنتكلم عن شكل الاقتصاد العالمي الجديد وإزاي هيؤثر كبيرا على منظمة التجارة العالمية ولكن حضرتك ذكرت مجموعة من الاختلالات اللي موجودة داخل المنظمة الآن إيه الإصلاحات الوردة اللي ممكن يتم العمل عليها داخل المنظمة احنا اتكلمنا عن جزء تسوية الدزاعات ضروري يكون فيه أو ده ممكن يطرح فيه اجتماعات الجي توينتي المقبلة في الهند أنه من المهم إيجاد أطر إلزامية أو تلزم الدول الأعضاء بتطبيق كافة المعايير وكافة الاشتراطات والمتطلبات لإنجاح عملية التجارة الحرة ما بين الدول وبعضها أخذين في الاعتبار عدم صياغة أطر فردية من جانب الدول عشان مصالح يعني على سبيل المسال عشان بساطها خالص لو أنا عندي المعايير اللي بتنص عليها منظمة التجارة الدولية إتاحة التجارة البانية ما بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية بيلاقي أنه في بعض الإجراءات الغير فنية بيتم فرضها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على الواردات الصينية نتيجة لزيادة الخلاف ما بين أمريكا وما بين الصين فده بيأثر بشكل كبير على وبترد بالمثل بيأثر بشكل كبير على تبادل التجارة ما بين الدول بيأثر بشكل كبير على سلاسل الإمداد اللي مرتبطة به الشركات الأمريكية العاملة في السوق الصينية وكذلك الأمر الشركات الصينية العاملة في السوق الأمريكية وبالتالي بيعمل نوع من التصدع في هيكل الاقتصاد العالمي ده بيشكل تحدي كبير على الاقتصادات اللي مرتبطة به سلاسل الإمداد للسلع دي عشان كده مهم قعدة صياغة منظومة التجارة العالمية ومنظمة التجارة العالمية بما يحقق التوازن للدول كافة ويحفظ حقوق الدول الأقل نموا أو الأخذة في النمو اللي هي الصعيدة اللي بتتأثر بشكل كبير بالصدمات اللي ممكن تحصل في الأسواق المتقدمة زي أمريكا وزي الصين عشان كده مهم جدا إعادة طرح وإعادة صياغة وهيكلة المؤسسات الدولية كلها مش بس منظمة التجارة العالمية بحيث أنه يكون فيه مجتمع هل نقدر نقول أنه كل هذه الأزمات التي حدثت في الاقتصاد العالمي خلال السنوات القليلة المواضية خلت نظام منظمة التجارة العالمية وزي ما حضرتك بتقول عدد كبير من المؤسسات الاقتصادية الكبرى هو متهالك ولا يتماشى مع الوضع الحالي؟ أنا في تقديري أنه وصل لمرحلة الشيخوخة يعني هو وصل لمرحلة انسداد في الأفق تميل بشكل كبير إلى مصالح عدد من الدول يمكن الجي سيفن مثلا سبع دول الكبار هما اللي ممكن يكونوا بيستفدوا بشكل كبير وبشكل قاطع من الوضع القائم على المستوى الدولي نجي للصف الثاني أو مجموعة الدول بخلاف الجي سبع أو السبع الكبار على مستوى العالم هما دول اللي بيوقع عليهم جانب من الضرر بعد كده الدول النامية والأخذة في الصعود والأزواء هما دول بقى اللي بيتعرضوا لأكتر من سبعين في المية من الأزمات لو مجرد قرار معين يتبع سياسة معينة سياسة نقدية أو مالية أو تجارية فأي من الدول الكبار بيتأثر بشدة بنسب تتخطى السبعين في المية من الأصل أثر كله بيقع على الاقتصادات الصاعدة والاقتصادات الناشئة لأنه هو مرتبط بشكل ما وفقا لضوابة معينة خاصة بالتجارة أو خاصة بالاستثمار وتحركات رؤوس الأموال وبناء عليه هو بنى النموذج الاقتصادي بتاعه عشان كده الوضع على المستوى العالمي ينزر إن لم يكن هناك إصلاح جاد وفاعل في المؤسسات الدولية اللي من ضمنها أعضاؤها هي الدول الأفريقية والدول النمية ينزر بأزمة كبيرة ومن الممكن أن تعصب بعدد كبير من الاقتصادات طب يعني بداية بفكرة تسويت نزعات هل بتتفائل بهذه الإصلاحات أم أنها لا تغير شيء؟ هي يعني محاولة خلينا نستغير نقول إن هي محاولة في طريق الإصلاح إن لم يطبعها عدد من الإجراءات المالية والنقدية والأدوات الحديثة اللي بتاخد في اعتبارها التحول الرقمي في كافة المعاملات الاقتصادية وعدم إقصاء أحد من أنظمة تسويت المعاملات التجارية في العالم ده ينزر به مزيد من الأزمات على مستوى العالمي إذن ممكن نوصفه في إن هي خطوة تجاه الإصلاح ولكن يلزمها المزيد والمزيد من الإجراءات اللي لابد من التزام الدول الكبرى بها أولا ثم أخذ في الاعتبار التدعيات اللي ممكن تقع على الاقتصادات الصعادة نتيجة لنول الزعزعة اللي بتحصل بشكل طفيف وبشكل قصير الأجل في الاقتصادات المتقدمة يعني النهاردة وإحنا شايفين كل هذه المتغيرات العالمية في شكل التجارة إذن محتاجوا نظام التجارة العالمي حتى يتواكب مع هذه المتغيرات؟ محتاجين نظام أكثر عادلة على المستوى النادي وعلى المستوى التجاري يعني بمعنى أبسط التجارة الحرة زي أجاز التعبير وقلنا لابد أن هي تكون منفتحة على مصرعيها لكافة الدول هي هنا في صالح الدول المصدرة أولا وفيما لا صالح للدول المستوردة الأسواق نفسها المستهلكين وبالتالي مهم جدا أعادة صياغة التجارة الدولية بما يحفظ حقوق الدول المصدرة للخام مقابل الدول المصدرة للمنتج النهائي يعني على سبيل المثال إحنا بنتكلم عن القارة الأفريقية مليار ومئتين مليون مستهلك رقم ضخم جدا من الاستهلاك حجم التنمية الموجه لها أو التمويل الموجه لهذه القارة متدني جدا للغاية التمويل اللي أقصده اللي هو موجه من المؤسسات الدولية المعنية بالتنمية رقم متدني جدا طب حجم الأثر من زيادة الانتاج ده اللي موجود في العالم اللي بتصدر اللي هي تجارة أساسه إنتاج أساسه مصانع بتنتج وبتستخدم الطاقة الغير نظيفة اللي بتلوس البيئة وبتدفع بشكل كبير إلى ما نحن بصدده في هذه الأيام هو تغير ومناخي أثر وبالغ على الدول النامية بشكل كبير إذن إحنا أمام منظومة كاملة محتاجة إعادة صياغة تانية يعني إحنا لو قلنا أنه بعد الحرب العالمية التانية تم صياغة الاقتصاد العالمي الحالي بشكل مختلف وبأدوات مختلفة وبمنظمات مختلفة وبمؤسسات مختلفة ولاعبين مختلفين إذن نحن بحاجة وأمس الحاجة إلى إعادة صياغة هذا المجتمع الدولي مرة تانية بمؤسسات جديدة متغيرات جديدة لاعبين جدد توزيع المنافع مرة تانية أعادة توزيع المخاطر المحتملة مرة تانية ونأخذ في اعتبارنا طبعا عمليات التحول الرقمي وإنه اللي بيحصل في نيويورك بتتأثر بي بيكين واللي بيحصل في بي بيكين بتأثر بي القاهرة بتأثر بي لندن في شكل ثواني ثواني معدودة الأسواق بتتحرك ده ما كانش موجود يعني بعد الحرب العالمية التانية فإذا مهم جدا إعادة صياغة المجتمع الدولي ونعني بيه المؤسسات واللعبين والأثر اللي ممكن يقع على كافة الاقتصادات خصوصا الاقتصادات اللي بتتأثر بيشدة بالهزات اللي ممكن تكون قصيرة الأجل في الأسواق المتقدمة طيب إعادة صياغة للاقتصاد العالمي إحنا بنشوف بوادر لإعادة هذه الصياغة بنشوف تكتلات اقتصادية بتتوسع وآخرها البريكس نعم إزاي بتشوف هذه الصياغة بتتشكل الآن؟ هو ده اللي ممكن نقول عليه هو بداية طريق الإصلاح يعني يكون هناك مؤسسات مش أحادية الجانب ولكن متعددة الأطراف متعددة الأقطاب متعددة التأثير يكونش فيه نموذج القطب الواحد اللي هو الولايات المتحدة الأمريكية ويتبعها لاتحاده الأوروبي ويؤثر بشكل كبير فيه مجريات العملية الاقتصادية على مستوى العالم إذن ميلاد مؤسسات وبالمناسبة مجموعة بريكس هي ما زالت مجموعة أو تجمع دولي يجتمح حول أهدف معينة المنتظر أنه تؤسس كمنظمة دولية تضم المزيد من الدول يكون لها ميساق الزامي لكافة الدول الإيخانية نحن هنستكد خلينا نرجع مرة تانية ونتابع مع الدكتور فرج يعني شكل والصياغة الجديدة لنظام التجارة العالمي والاقتصاد العالمي بشكل عام من المنتظر أنه خلال السنتين على الأقل بداية من يناير 24 وانضمام ست دول جديدة لبريكس ونحن بصادة بريكس بلس أنه يكون فيه ميساق ملزم لكافة الدول الأعضاء بالالتزام بتحقيق الأهداف البينية أو الأهداف اللي اتفقت عليها هذه الدول خصوصا أنه نحن بنتكلم على ما يقرب من 42% من سكان من سكان العالم هم موجودين في بريكس و بريكس بلس بنتكلم على رقم ضخم من حجم الناتج المحلي الإجمالي مؤثر بشكل كبير بيقع عليها عبء كبير من أعباء ومخاطر المناخ من جهة ومخاطر الغذاء من جهة أخرى فإذن إحنا أمام أهداف بتجتمع رغم أنه يعني لو بصينا على الجغرافيا هنلاقي أنه بريكس بلس هي متبعدة الأطراف يعني من زي الاتحاد الأوروبية على سبيل المثال بتجمعه جغرافيا واحدة أو مصالح جغرافيا معينة لا بنلاقي أنه عندنا برازيل أرجنتين جنوب أفريقيا مصر في الشمال الهند الصين روسيا فإذن هناك تباعد من حيث الجغرافيا ولكن من حيث الأهداف اللي ترتب عليها أو الآثار اللي ترتبت من النظام العلامي القائم هو ده اللي دفع بشكل كبير إلى تحرك هذه المؤسسات وبالمناسبة هي مش يعني بريكس مش هو ده التجمع الأول اللي بيسعى بشكل كبير إلى إيجاد حلول بديلة عن الدولار أو بلديلة عن المعاملات تجارية إلا أنه هو التوقيت اللي خدم بشكل كبير إلى صياغته بالشكل اللي احنا بصدده الآن اللي قصوده أنه التجمعات الدولية دي إذا لم يكن فيه تحرك جاد ومستمر نحو تحقيق أهداف على الأرض هيبقى زيه زي المؤسسات أو زيه زي التجمعات زي الأسيان زي النمور الأسيوية إلى آخره من التجمعات الاقتصادية اللي وصلت في النهاية إلى تسيير سنائي أو سلاسي ما وصلتش لتعدد الأطراف اللي احنا بصدده عشان نقدر نصلح النظام الاقتصادي العالمي كمان احنا محتاجين على المستوى الدولي أن يكون فيه مطالبة أكتر للقرار الأفريقية كم من الدول الأفريقية بتتبع نظامها المالي والنقدي لدول مباشرة في أوروبا عدد كبير يصل في مجموعة 34 دولة بتغضع بشكل مباشر إلى توجهات البنوك المركزية بعض البنوك المركزية في أوروبا إذن ما زلنا أمام تبعية عدد كبير من الدول اللي من الممكن أنها تستفيد من النظام الجديد فإذن إذا توصلنا أو الدول اجتمعت على أهداف معينة وخدت خطوات جادة نحو التغير واضح وبدأت في خطوات إجرائية نبدأ نقول أنه احنا أو العالم في سبيله للتغير ولكن هو خطوة أو هي خطوة مهمة جدا خطوة مهمة نحو التغير مؤسسات الاقتصادية العالمية الأساسية لسندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة الدولية حتى والأمم المتحدة عجزت عن حل بعض المشاكل اللي العالم كله بيعيش في مررتها حتى الآن فإذن إحنا في أمس الحاجة إلى تغير كدول صاعدة واقتصادات ناشئة في الوقت قد يكون مناسب جدا ممكن ما يتعوضش بعد كده نظرا للتغيرات الجيوسياسية عشان كده فكرة التوقيت بتشوف التوقيت مناسب جدا يعني فيه وطيرة سريعة لضم أعضاء جدود كمان البريكس بكل تأكيد وكمان لو جينا ركزنا على الست دول الجداد اللي دخلوا البريكس أو اللي هيدخلوا من يناري اللي جاي هنلاقي أنهم مؤسرين بشكل كبير إما في الجيوسياسية أو الجغرافية السياسية اللي موجودة أو مؤسرين في حجم التبادل التجاري سواء نوعي أو كمي أو مؤسرين في محيطهم سواء عسكري أو لوجستي فلو بصنا لكل دولة من الدول الستة الجداد اللي هينضموا من واحد من يناير 24 لأنه هو بعناية جدا تم يعني اخترتهم الدول المؤسسة لبريكس يعني احنا عندنا في قائمة الانتظار يزيد عن 23 دولة تقدمت بطلبات ولم يبت فيها حتى الآن فمنتظر أنه يكون فيه تحرك مش على قده أنه هو واسع النقاط والنطاق ولكن يكون بياخد في اعتباره الدول القادرة ونرين رامودي رئيس الوزراء الهندي خلال القمة قال أنه هيتم فيه توافقات لضم هذه الدول الجديدة رغم أنه لم يتم الاتفاق بعد عليها ولكن هيكون فيه تسريع لوطير الده هو الفكرة من وجود تجمع بمثل هذا الشكل أنه يكون مؤثر يعني على سبيل المسال حضر راكتا قدمت في بداية الفقرة أنه منظمات التجارة العالمية تضم 164 دولة طب ماذا بعد هل فاعلين هل مؤثرين هل لايك أنه التأثير واضح وبين من تجاه الدول السبعة الكبار أو التمانية الكبار هما المسيطرين على القرار وبالتالي التأثير هو الفيصل في إيجاد بدائل أو إيجاد يعني مؤسسات ومنظمات دولية يكون لها القدرة على التغيير والمطالبة بالمزيد من النظام يعني عادل أكثر مما هو عليه الآن عشان كده إحنا بنتكلم على السعودية السعودية المعروف أن هي مؤثرة في حجم تجارة النفط في العالم مؤثرة في حجم تغير الطاقة منذ السبعينات وربط الدولار بالبترول فإذن كان مهم جدا توجودها الدولة المصرية بقوتها الموجودة وتأثيرها الموجود في إقليمها العرب والأفريق مهم جدا هي تكون موجودة في تجمع بريكسي بلاس الأرجنتين والقرة وأمريكا اللاتينية مؤثرة في محطها الإيران إذن إحنا أمام تغير واضح في معالم القريطة الاقتصادية على المستوى العالمي حتى وإن لم يحدث كمان سنتين تغير على الأرض وإلا بال هو تغير فعلي يعني إحنا بنتكلم على تغير فعلي رغم إنه لو ما فيش خطوات تانية نتكلم على البريكس من 2006 إلى 2009 حدش كان يعرف أنا حاجة من ضمام جنوب أفريقيا ثم بدء جلساتهم من 2009 لحد النهاردة حدش كان يعرف حاجة من أربع سنين فاتوا فإذن التوقيت عامل من مجد طب هذا الزخم للبريكس بتشوف إزاي ردود فعل الأطراف الأخرى القطب اللي كان أحادي نعم هو ده بقى النقطة اللي ممكن تعدل الأمور أو تدي نوع من الطمأنينة أو إصلاح هو أنه الدول المتقدمة تعيد صياغة مرة تانية للمؤسسات الدولية بحيث أنها يتوفر مناخ ملائم للدول الصعادة بحيث أنه يقدر أنه ينمو بشكل جيد تقلل من عليه الضغوطات إلى آخره من الأمور أربع قضايا رئيسية بتقرق الدول النامية بما فيهم الدول اللي أسست لبريكس رقم واحد ارتفاع تكلفة تمويل التنمية مبالغ فيها جدا على المستوى العالمي رقم اتنين مشكلة تغيرات المناخ وأثارها الكبيرة اللي بيقع أكتر من 70% على الدول النامية رقم ثلاثة الديون أزمة الديون والمترتب عليها من مضاعفات اقتصادية رقم أربع التضخم نتيجة للبابلز أو الفقاعات اللي موجودة في الأسواق المتقدمة أي مشكلة مالية أو نائدية بتحصل في الولايات المتحدة الأمريكية يترتب عليها ارتفاع أسعار الفايدة بتعصف عدد كبير جدا من الاقتصادات الصعيدة فإذا من الممكن إعادة صياغة المؤسسات الدولية وده يمكن يحصل تخوفا من إيجاد أو سحب المقاليد التغير الدولي أو الحكم على مستوى العالم أو القرار الاقتصادي على مستوى العالم لطرف تاني أن يكون فيه عندنا قطبية تانية خصوصا أن البريكس بيتمتع بميزة مهمة جدا تقرق تماما الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي أن هي عملتها من ضمن العملات الموجودة فيه وحدات السحب الخاصة فيه البنك الدولي فمن الممكن جدا أنه يصعد اليوان مقابل تراجع الاسترلين وتراجع الدولار وتراجع اليورو ده منتظر جدا خصوصا أنه لو جينا بصينا على حجم النتج الإجمالي لأمريكا هنلاقي أنه هو مقيم بالدولار يعني قيمته بالدولار اللي بيتطبع في أمريكا للقيم بتاعته أساسا أو لو كمشنا أو حسبنا أعادة حساب الناتج المحلي للولايات المتحدة الأمريكية هنلاقي أنه فيه جزء منه نأدي كبير يعني مؤسسات المالية بتميل بشكل كبير إلى توجودها في الولايات المتحدة الأمريكية بينما الاقتصاد الحقيقي يعني مصانع وآلات ومعدات وسلع تنتج لتصدر وتباع في الأسواق الدولية موجودة في جنوب شرقاسية فده عامل مهم جدا خلال فترة المقبل نعم خلينا برضو نرجع لمجموعة العشرين ومجموعة العشرين احنا بدأنا بيها كلامنا عن منظمة التجارة العالمية وهي بتستحوض على أكتر من 75% من التجارة العالمية وبتعمل الآن تحت رئاسة الهند ايه اللي ممكن تقدمه الهند تحديدا للتجارة العالمية بكل تأكيد يعني خلينا ناخد مالمح بسيط أنه البريكس في الدول اللي موجودة بينهم صراع كبير وعميق وأزل إذا جاز التعبير ما بين الصين والهند على سبيل المسال دفين ما بين الصين وروسيا ما بين إيران والهند والصين فإذن هناك تحديات كبيرة جدا ممكن تمنع وصول البريكس للتحقيق أهداف وعشان كده ده هيكون خطوة من الدول اللي موجودة في الجي توينتي أو الدول الكبار وموجودة في البريكس إن يتحاول تعزز من مكاسبها وتدفع بشكل كبير إلى نحو تغير في النظام القائم يعني هي مصلحتها في الأول أنه النظام القائم يتم معالجته ويتم إصلاحه بشكل يقدم مصلحته يعني هو بالتأكيد موضوع يطول الحديث عنه وأنا بشكرك شكرا جزيلا الدكتور فرج عبدالله شكرا جزيلا على وجودك معنا دكتور فرج عبدالله الخبير الاقتصادي شكرا على وجودك معنا تحية لحضراتك فرج